هي الشهادات البيضة من شركة جي ار اي لحجر ألماس الميوسانتي ودي الشهادات الجديدة للأحجار الألوان وقبل ما نقول عليه أمازونايت هو ده الأمازونايت يا صديقي ده الأمازونايت بيقول عليه دي بقى ميزونايت أمازونايت والله ما يرجع لك كلمة لكن هو ألماس الميوسانتي وإيه قصته وليه سموه ألماس لأن وقت اكتشاف الألماس في أحد المستكشفين لما اكتشفوا كان مغتخيل أنه اكتشف ألماس نفس معامل الصلابة نفس الكاليريتي ونفس الانكسار الضوئي الخاص بالألماس اكتشف منه 2500 حجر عالميا فقط اكتشف في مدينة حيفا واحدة يقول لي أوه تطبيع إسرائيل والموت الأمن يا حبيبي وانت ما تعرفش أن حيفا دي عربية مثلا ده الملون منه بحجم إيرات ونص من ألماس الميوسانتي ينفع يركب على خاتم تحفة سواء فضة أو دهب هيكون رائع لكن لو عاوز نصحتي البوبوشية أنا بركب الأبيض منه على فضة واللون الجميل التركوازي ده بيكون على دهب تحفة أوي 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 زي ما قلتلك ده متاح بحجم إيرات ونص والضمان بتاعه شاهدته هتلاقي بص القط الكاليريتي كل حاجة هو حجر ألماس بيكون شكله على الخاتم يا صديقي تحفة بالمنظر ده طيب لو حبه أبيض يا بوبوش فيه منه أحجام كبيرة ثلاثة إيرات يعني اتنين وستة وتسعين من مية إيرات ثلاثة إيرات الأبيض برضو فيه منه واحد وخمسة من مية إيرات يعني نعتبره إيرات واحد وده برضو اتنين ونص إيرات وفيه حاجات بقى فاسفيسي ده ستين من مية من الإيرات يعني اعتبر تلتين زي السوليتير بالزبط وفيه طبعا الألوان الجميلة اللي احنا شوفناها الملونات بقى إيه جاية تحفة من ألماس الميوسانتي يا صديقي دهب أو فضة هيكون توينز هايل جدا أو خاتم خطوبة أكتر من رائع وده مثاله أشوفك دايما على خير ترجمة نانسي قنقر